ترجمة نانسي قنقر وهي عبارة عن منصة عامة تعتمد عليها شبكة البيتكوين بأمتها هذه العملية الحسابية تضمن تحويلات مغفلة وآمنة يقوم المستخدم بادي الأمر بإنشاء محفظة للبيتكوين عبر حاسوبه أو هاتفه وتتخذ هذه المحفظة شكل عنوان فريد يستخدم عند كل عملية تبادل ويتم اللجوء إلى المحفظة لشراء سلع أو خدمات على شبكة الإنترنت كما يمكن مقايدة البيتكوين بعملات أخرى ويتحقق أعضاء من المجموعة من كل عملية دفع عبر تعقب مصدر كل بيتكوين بواسطة برنامج خاص يعرف باسم برنامج التنقيب وتهدف هذه العملية إلى الحؤول دون صرف أي بيتكوين في أكثر من موقع خلال عملية التنقيب يتنافس أعضاء الشبكة لحل الشفرات المعقدة للغاية على أجهزة كومبيوتر خارقة الأسرع في حل المسألة يكافأ بحصولها على عملات بيتكوين إضافية وهي الطريقة الوحيدة لإصدار عملات بيتكوين جديدة ولكن لعدد إصدارات البيتكوين حدود 21 مليون كحد أقصى ثلاثة وأربعها قيد التداول حاليا حسنة هذه العملة المشفرة كثيرة من المعاملات المغفلة الهوية فالتحويلات شبه الآنية من دون تكاليف إضافية وغياب الحد الأقصى للمبالغ المدفوعة وصولا إلى غياب الوسطى في مقابل ذلك يرى البعض أن لهذه العملة الرقمية مساوئ لناحية التحويلات التي لا رجوع فيها وتقلب سعرها الناتج عن الكمية المحدودة المتداولة ولا ننسى الناحية الأمنية فالمحفظة الرقمية تفتقر للحماية الكافية ما يجعلها عرضة للصرقة على يد قراصنة الإنترنت أخيرا يأسف البعض لأن سرية المعاملات تسمح بالقيام بشتى المشتريات غير المشروعة على الإنترنت ترجمة نانسي قنقر